سيد الإليزي جايهم بعد غد سيد الإليزي اللي مسح بهم الأرض قبل أقل من سنة بالضبط يوم 29-30 مارس عفواً سبتمبر 2021 ونشراته جاريت لوموند الفرنسية يوم 2 أكتوبر قال باللي هذا نظام عسكري من يشعر في تعبان وتبون عالق فيه مكروشي هناك مسكين ما عنده حتى سلطة وزاد راح أقبح من ذلك قال الجزائر هذه ما كانش موجودة الجزائر هذه وان كانت جزائر فرنسا هي اللي صنعت الجزائر هذه وان كانت كاينة أمة جزائري يعني لم يكتفي بإهانة الأمة الجزائرية والشعب الجزائري والوطن الجزائري وكرر كلام فارق بينما هذا الوطن تعود جذوره إلى ألاف السنين صحيح ما كانش يسمى الجزائر وكلنا كل البلدان ما كانش تسمى كما هي تسمى اليوم الأغلبية العظمى إذا استثني ما استثنوش حتى إيطاليا ما كانش أسمها إيطاليا كانت رومة ولا فرنسا كان أسمى فرنسا ولا بريطانيا كان أسمى بريطانيا هذه أسامي كلها جات كاللي عنده قرنين كاللي عنده ثلاثة كاللي عنده خمسة كاللي عنده خمسين عام كاللي أسامي جديدة لكن المنطقة هذا المغرب الأوسط إذا أخذينا تسمية أيضا قديمة كانت تطلق على الجزائر كان يقال المغرب الأقصى والمغرب الأدنى هي تونس والمغرب الأقصى والمغرب الأوسط على سبيل المثال لكن المهم لم يكتفي ماكرون بإلغاء الجزائر من الوجود واعتبر أن الاستدمار الفرنسي ليهدمها في الحقيقة هو اللي أنشعها في كذبة كبرى على التاريخ طبعا بعض قومنا يحبوا هذا الكلام لأنه جاي من عند الخوجة الفرنسي فأي حتى همكين بعض قومنا يتبناوه يعني لكن هذه ليست الحقيقة عموما لكن هاجمهم وهاجم النظام العسكري وما ترجعش ولم يحتذر مع ذلك كالكلاب والكلاب أشرف منهم مليون مرة سيستقبلونه وسيفتحون له العاصمة اللي رمغالقينها الآن على ذلك يبدأ تغلق خاصة من جهة سانت وجان وراه رايح يروح هناك وراه رايح يروح مديني البرنامج ومجهة المحمدية يعني يجي المسجد الكبير العاصمة ستكون جحيمة على أهلها بداية من الغد وإلى رحيل السيد الفرنسي سيد الإليزي اللي يبقى ما بين 25 و 27 كما قالوا وراه يزيد حتى روح الوهران حتى لأنهم مش عارف مش عارف العبارة اللي أنا قدر نقولها يعني عبارة درجة أقل شي لأنهم روح خاص أقل شي هم الخاص لو كان جات عندهم ذرة كرامة الإنسان فلا تكلموش على الرجولة وما تكلموش على المرؤة يعني كرامة إنسانية فقط يقولوا لن تدخل الجزائر إذا لم تعتذر هذا لم يعتذر هذا أصلا قالهم لن نعتذر على الاستعمار آه صحيح وصفه بعض الكلمات وقال هذا الاستعمار كان سيئا لكن عمره لا اعتذر وكان يستوجب لا اعتذر لـ 132 سنة من الاستدمار لأدي لقتل الملايين وتدمير حياة الملايين وتجهيل الملايين ونهب الأرض ونهب العباد لا يعتذر اعتذروا اليهود اعتذروا اليهود اليهود مع أن الحكومة كانت حكومة تابعة حكومة فيشي كانت تابعة لهتلر ومع ذلك الخمس سنوات اللي رأى فيها اليهود العذاب في فرنسا اعتذروا لهم وعوذوهم واعتذروا المدى الغشقر اللي احتلوها أيضا فترة من الزمان جزائر لا لا يوجد اعتذار ولا تعويض ولا أي شيء حتى الرؤوس الشريفة انتع رجال المقاومات في القرن التاسع عشر ما زال أكثرها في متاحف فرنسا يسمونه متاحف الإنسان ويعطون فيهم بالقطرة يديروا في نمزية المرليفات مدوا 25 وهي بالمئات ومعروضة هكذا وكأن من يشعرفوا وشنه هي وكأنها أشياء جابوها من ما قبل التاريخ أو بشي قدموها وليس رؤوس لأولئك الرجال الذين خاضوا المقاومات في القرن التاسع عشر نهيك عما فعلوه من جرائم المؤرخين الفرنسيين عندما يصفونها أحيانا لا يجدوا الكلمات يفتحون البلاد لماكرون جاي واحده لا لا جاي مع تسعين واحد بالمناسبة وستغلق البلاد على أهلها خاصة العاصمة وبوهران في الأيام القادمة وزادوا وما كفوش بهذه وهم الذين صدعوننا بالتطبيع والتطبيع والتطبيع ومغاش خلينا نعود نذكر بيها كين مجموعة من هذه الدول وهذه الحكومات العربية مسموح لها بل مطلوب منها ألا تطبع لأن الحكومات القائمة اليوم في المنطقة العربية كلها بلا استثناء هي حكومات وكيلة للاستعمار الخارجي لكن كل واحد ودرجته كل واحد وقيمته كل واحد وحجم هامش المناورة الذي يعطى له يتحرك من خلاله فمثلا سبيل المثال الحكومة الكويتية والحكومة العراقية والحكومة الجزائرية هذه الأنظمة هذه البشعات خاصة عندنا مسموح لها لا تطبع والدليل الكويت هي محمية أمريكية في الكويت يوجد عشرات الآلاف من الجنود الأمريكية لو كان أمريكا ترفع يدها عن حماية الكويت بالمناسبة عن الكويت وعلى الإمارات وعلى قطر وعلى السعودية كما قالوا أشحل مرة وقالها ترامب قبل سنوات وقيلت عدة مرات كان قالها أيضا صدام حسين ترامب قبل سنوات قال لهم لو لحنا لو لا الحماية الأمريكية لدولات الخليج أو قال لإمارات الخليج لا راكم كلكم في طهران وراكم تكلموا الفارسية قال لهم هذا الكلام صدام حسين صدام حسين ولازلت أتذكر وأنا أقرأ في مجلة كانت تسمى العالم تذكر جيدا الوطن العربي وكانت هذه المجلة مدعومة عراقيا في 81 أو 82 قريت وجايبين عنوان صفحة في عنوان لو لا العراق لذهبت عواصم الخليج سبايا إلى طهران هذه حقيقة هذه ليست دول لديها إمكانيات للدفاع عن أنفسها كل هذه الدول كلها بالاستثناء رابطة قواعد مع القوى الخارجية في قطر كان القواعد التركية والقواعد الأمريكية والقواعد الفرنسية والقواعد الألمانية والقواعد البريطانية ونش عارفتها دول أخرى في الإمارات كان كل هذون وراهم زا رح نزيدوا يجيبوا حتى الـ Chinese الصين ويتكلموا حتى ربما مع الروس في السعودية في الكويت كلها إذن هذه في الحقيقة دولات دول صحيح من ناحية الاقتصادية غنية جدا من ناحية الاقتصادية لا تقارن بدولنا رحوا بعيد لكن من ناحية الأخرى هم عبارة عن محميات نحن مازلنا في الزمن المحميات إنما تغيرت الكلمات وأصبحت تقال قواعد عسكرية فالكويت فالكويت على سبيل المثال هي بلد مسموح له بألا يطبع بل بالعكس مرة مرة يخرج مسؤول ولا اثنين من الكويتين يقول لك نحن ضد الصهاينة نحن ضد الإسرائيل نحن ضد رغم مكلف بمهمة سبحي له بها الأمريكان وإلا آخر أمريكي يجي يعطيه صفعات يقول له أنت ضد أنت من كل ما نحن هنا كرة الدوك في طهران كرة تكلم الفارسية وكرة الملالي الدوك في 24 ساعة نفس الشي بالنسبة للعراق هل العراق عنده علاقات مباشرة مع إسرائيل لا واحد يقول لك طيب كيفاش لا ما هي أمريكا تحتل العراق العراق يجب أن يبقى بدون علاقات مباشرة مع إسرائيل نفس الشي في الجزائر يجب أن تبقى بدون علاقات مباشرة أما علاقات السر والخفاء علاش تبقى بدون علاقات مباشرة باش يبقوا يبيعوا في الأكاذين يبقوا يبيعوا في البروباغاندا نحن مع فلسطين ظالمة ومظلومة نحن فلسطين ظالمة ومظلومة تجيب عباس تعطي له مئات مليون دولار وعباس هو رئيس ميليشيا ليس أكثر في خدمة الاحتلال الإسرائيلي وهو الذي يعتقل الكثير من الفلسطينيين يسلمهم الإسرائيليين وبعضهم يعذبهم عذاب حتى الموت الذين يقاومون وتقول لي انترك مع فلسطين حولك مع عباس اللي ره مع إسرائيل بالمناسبة غير رحمنا عنا عباس رح تلقى وزير الدفاع إسرائيل لشن حرب قبل أيام على غزة وقتل بما فيها خمسة أطفال اعترفت بها هارتس ولولا اعتراف جريدة إسرائيلية لا سكت العالم جريدة إسرائيلية خرجت قبل أسبوعين أو عشرة أيام قالت الخمسة الأطفال الذين قالوا أن ربما ساروخ فلسطيني من الجهاد الفلسطيني هي التي قتلتهم قاتلهم والجيش الإسرائيلي شكرا للجريدة هذه لأنها على الأقل قالت كلام حقيقي إذن يكذبون على الناس لما خرجنا لهم صور في 2006 وال2007 على لقاء الجنرالات ويالاية المساعدة الله يسمع فيها يبعث لي بعض منها ربما نذكروا بعض الناس الذاكرة تضعف أو ما شافوهم أو كانوا صغار نذكرهم من رأو لما خرجنا صور فيها كبار الجنرالات كبار الجنرالات وعلى رأسهم البنديسي السكتمبري قيد صالح أنا عارف ما يعجبش الذين يقدسونه ويعبودونه لكن الحق أكبر من البنديسي وأكبر مني وأكبر منك اسمه الحق خير عندما أخرجنا لهم ذلك الصور وكان فيديوهات وكان صور صراع عندهم قلق شديد وطلبهم بعدهم من نايتو كانوا طبعا وشنو هالصور الصور هذه في الحلف الأطلسي في مقر الحلف الأطلسي في بلجيكا بلقاء معامل مشبرت مع الحلف الأطلسي ومع الجنرالات إسرائيل كان بينهم فقط ضد جنرال المصري تجد الجنرال الجزائري الجنرال المصري والجنرال الإسرائيلي قادت الجيوش مش أي جنرال مش أي جنرال عندما فضحناهم وفضحناهم في 2006 وخرجت في عدة أماكن فيما بعد طلبوا من الحلف الأطلسي ما وليش يحط صور جزائري ما زال يروحوا ما زال يتلاقعهم لكن ما وليش يحطوا صور تحى جنرال الجزائري وليش يأخذوا احتياطات شديدة دعونا نرى إذا المساعد أرسلهم لي وإن كان غير تكتبوا يخرجوا لكم في جوجل يعني لا تحتاجوا لا تحتاجوا حتى أني أقدمها لكم غير تكتبوا يخرج لكم الموضوع دعونا نكتبها أنا مباشرة من هنا جنرالات الجزائري في الحلف الأطلسي في الحلف الأطلسي فيخرجوا لكم وكتبوها تخرج لكم بأي لغة سأخرج لكم في في جوجل ها سبيل المثال ها هم الصور أنا حطيتهم مباشرة في جوجل ها هم الصور هاي الصور هاكم تشوفوا في قاية صالح بجنبه المصري وبجنبهم الإسرائيلي وكلهم فهمهم مفتوحة للابتساب هذا كل الجنرال الإسرائيلي كان جاي بعد حرب هذه الصورة كانت نظن في نهاية 2006 وكانوا خاذوا حرب كان الإسرائيلي خاذ حرب ضد لبنان وقتل الألاف في ما عرفه بحرب الصيف 2006 هذه واحدة على سبيل المثال غيرها لا أبدا ها ها واحدة آخر وهذا الجنرال كان هو رقم ثلاثة أو ربعة في دع دي بي هذا وصور كثيرة وكثيرة جدا باش برك ما يكذبوش عليك أيه الشاب الذي لا تعرف هذه الخلفيات أو أيه الإنسان أو الإنسانة التي ربما ما مرتش عليك هذه الأمور ما يكذبوش عليك قايمين بالتطبيع لكن في السر ما أخذين دور من عند الأمريكيين من عند الغرب أنتم ما نسمحو لكم أنتم ما بقاوا تكلموا على الثورة وعلى المجاهدين وعلى أحنو مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ومع تقرير المصير أنتم ما تقدروا تكملوا هذا الدور هي أدوار تقسيم أدوار كما في مسرحية كل واحد وعنده دور آه نعم هناك لرحيل التطبيع وزيدين عليه مبلغين فيه وستكون الكارثة عليها لكن توعنا أرهم أيضا قايمين بنفس الشيء أرهم قايمين بنفس الشيء إذن على جبت هذا الموضوع لأن كبير خاخامات أكبر خاخام إسرائيلي فرنسي رهو جاي مع ماكرون من هو هذا هذا يسمى دعونا نرى الأسم أنت على السريع يسمى حايم حايم قوسيا ونحطي الأسم حايم كورسيا حايم كورسيا هذا كان قصيس يهودي في الجيش الفرنسي تعلجيوش وذركة من 2014 أصبح هو أكبر رأس يهودية في فرنسا وزادوا عودوله الطاولة سبع سنين وزادوا عودوله سبع سنين وعمره المولي 63 مولدونه في نفس العام وره جاي المشكلة مش المشكلة هي هنا كيف ستبررون أمام الشعب وأنتم تزعمون وهذا بالمناسب هذا صهيوني يعني تماما تماما مع الإسرائيل والجيش الإسرائيلي ويقدم لهم المساعدات ويقدم لهم الأدعية ويقدم لهم في القوة يعني موش قال والله يهودي عنده موقف مما تقوم به ما يقوم به الكيان الإسرائيلي قال جبناه لأنه عنده موقف معتدل ما هوش منحاز لهم لا 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 هذا منحاز إلى الكيان الإسرائيلي في المطلق كيف ستفسرون أو تبررون طبعا سنخرجوا الذباب والثورة المضادة حتى يبدلونه شوية لكن الناس تقدر الحمد لله كيانشيق جوجل الناس تكتب اسمه وتخرج كل شيء واضح ولا يخفي ذلك وهو يعتز بذلك مع قومه بالرغم أنه فرنسي ومن مواليد ليون في ليون هو مولود فرنسي لكن هو بالنسبة لهم عندهم ازدواجية الولاء البلد الذي يولدون فيه هو إسرائيل وأغلبيهم العظم يحملون الجنسية الإسرائيلية حتى ولو لم يزوروها طبعا هذا الخحام يزور إسرائيل بشكل مباشر ودائم لماذا تكذبون على الشعب الجزائري وتتحدثون أنكم ضد التطبيع وحكم جايبين ماكرون جايب معاه أكبر رأس يهودية إسرائيلية في فرنسا لماذا تكذبون على الناس أنا هنا ونقش قضية تكذبكم ثم شكون والديه هذا وما عارفين حايم قرصية شكون والديه باباه من مواليد الجزائر وهران بالضبط أمه من مواليد تلمسان أي أنهم اللي بينوار اللي بينوار جويف اللي كان الجزء الأكبر منهم صحيح كان يهود وقفوا مع الثورة الجزائرية ودافعوا عنها ورا عندي كتاب حتى على الموضوع هذا بل كاش نهار نتكلم عليه باش ننصف الناس ودايما نبقى منصفين لكن للأسف الجزء الأكبر من اليهود وقفوا مع الاستعمار ولذلك خرجوا مع الاستعمار الجزء القليل اللي يوقف مع الثورة يبقى في الجزائر أو اضطر أن يروح لأن الناس لم يكنوا فهمين وكانوا يحطهم في سلة واحدة لكن كان يبقوا يهود وقفوا مع الثورة الجزائرية ووقفوا وابقوا في الجزائر إذن هذا ليس شخص عادي هذا الحخام هو حخام يخدم في الجيوش الفرنسية وهو حخام متصهيم تماما وهو خخام لوالديه اللي هما كانوا مستعمرين الجزائر ومشاركين في استعمار الجزائر لماذا تمنعون إذن أولاد الحركة من دخول الجزائر هذا أولى لأنه واش واش اسبام لا تزير وزيرة وزيرة أخرى وهذا لا يزير أن والديه كان هو لكن يزير مواقفه الآن لأنتم تزعمون أنكم مع فلسطين بينما هو يقول صراحة أنه مع إسرائيل أنكم تكذبون أكثر مما تتنفسون هذه مشكلتكم ثم لماذا جاي ماكرون الحقيقة جاي لمجموعة أشياء الشيء الأول نحن نعرف أن هناك مشكلة أحدثها بوتين لأوروبا وللغرب عمون ولأوروبا خصوصا وهي تعلق بالطاقة خاصة موضوع الغاز الفرنسيس ما يخصهم كثير الغاز عندهم الجزء الأكبر منهم يخرجون بالطاقة النووية فرنسا هي أكبر مستخدم للطاقة النووية في أوروبا والجزء الأكبر من الكهرباء أنتحها من الطاقة النووية لكن مع ذلك تشتري قليل من الغاز فهم يريدون أن يحافظوا ويأخذوا جزء أيضا من الغاز الجزائر لكن ليس هذه القضية الكبرى القضية الكبرى بالنسبة لفرنسا اليوم تتعلق بإفريقيا الشعوب الإفريقية أو حكومات إفريقية مثل مالي مثلا الحكومة التي تحكم في مالي الآن وهو طغم انقلابية طردوا الفرنسيين من مالي بل أن هذه الحكومة المالية القائمة اليوم اشتكت إلى العالم أجمع وإلى مجلس الأمل الأسبوع الماضي من الدور الفرنسي التخريبي وقالت بأنهم يدعمون جماعات ويمدون بسلاح وأنهم يريدون تدمير مالي وإلى آخره إذن هذا مالي اللي أرسلت فرنسا جنود ومتولها عشرات الجنود وفقد لها جنود وجرح لها المئات وصرفت عشرات الملايير من الدولارات طبعا جزء منها مولينه الإمارات والسعودية والنظام انتعنا إلى آخره بعدها طريدت من مالي من اللي طردهم طردوهم الروس الفاغنر لما جاء الفاغنر اللي بدوا يتوسعوا رحوا لسوريا ثم ليبيا ثم مالي متواجدين في إفريقيا الوسطى متواجدين في مدى غشقر متواجدين في موزنبيق في كل أماكن فالفرنسيين جايين يقولون لهم للمافيا اللي عندنا نحن لن نقبل هذا الوضع أنتم اللي جبتوا الفاغنر وساعتتم باش دخلوا مالي وهذه حقيقة كيف وقع كان المفروض واللي يتابعوني هنا أيضا يعرفوا كل هذا التفاصيل بما قلتها خلينا نعود نلخصها باختصار كان المفروض خاصة لما رحوا عدلوا الدستور باش يبعثوا الجيش الجزائري يقاتل كونتيراير كحركة مع الجيش الفرنسي ورحوا عدلوا الدستور كان هذا الهدف الرئيسي الدستور كان لا ينص على يرسل الجيش للخارج وكان معروف أنه الجزائري لا ترسل جيش للخارج وإن كان فعلت مرة ولا مرتين لكن الفرنسيس أنا ذاك ومع ضعف النظام الحكم وقالوا لهم ندعموكم وندعمو التبون ومكاش مشكل لكن تغيروا الدستور وكانوا ماشيين وكانوا ماشيين باش الجيش الفرنسي ينسحب يبقوا هما القيادة في مالي ويروح الجيش الجزائري يقتل ويموت في مالي لكن اللي حدث نعودو نرجع لذلك التصريح اللي قال بيه ماكرون هو أنه سبهم هجمهم بقوة فاللي كان مشرف على هذا الموضوع محمد قايدي الجنرال محمد قايدي وكانوا خلاص محضرينه باش يخلف شنغريح وشنغريح كان خايف اللي في أي لحظة هو عارب اللي تبون قلبه جسمه راسه مع الفرنسيس لكن ميزان القوة كان مازال لشنغريح لكن اللي كان يخاف منها شنغريح هو أنه في النهاية الكاشي عند تبون وعند جنرال اللي مع تبون معناها في الليل ممكن يروح ولا يبعثو ميسيون ولون بعد يخرج الكاشي يبقى اللي خلاص الرئيس نحي شنغريح لازم الجنرال الأخرين يلتزموا إلا إذا أراد شنغريح أنه يقوم بتمرد عسكري وهذا يكاد يكون مستحيل فهذا هو اللي مزعجه طبعا الآن رأي مرتب الأمور لكن في هذه البدايات كنا مازلنا في 2020 وفي بداية حتى 2021 كان قايدي عند قوي جدا وكان جماعة تبون أميل إلى جماعة قايدي لأنه هو يقود الجنح الفرنسي في الجزائر جنرال قايدي جنح فرنسي من ناحية العسكرية أما من ناحية المدنية رأي عندهم جيوش الحقيقة ف اغتنموا كبار الجنرالات وعلى رأسهم شنغريح اللي هو يقود الجنح الروسي داخل الجيش الجزائري اغتنموا الفرصة لما سبهم ماكرون فعطاحوا بقايدي وبمجموعة من الجنرالات اللي كانوا عارفين أنه عندهم ولاء مطلق لفرنسا هؤلاء هؤلاء ما همش عندهم ولاء مطلق للجزائر شنغريح عندهم ولاء مطلق للروس وانقلبت بين عشية وضحاها بدل ما كان قايد يحضر يصال جيش جزائري الى مالي باش يقاتل مع الفرنسيين من قلبة الأمور والروس ما طلبوش أنه يكون جيش جزائري يقاتل معهم قالوا لهم فقط افتحونا لأنهم فاغنر مروا عبر الجزائر عبر الحدود الجزائرية لتمر لمالي يجب أن تمر عبر الحدود الجزائرية وراكم شفتوا كنا قدمنا وقال لك جاوهم كنا في قلب الكورونا وبعدين يقول لك جاونا جاونا سياح روس في تمرست هكذا بين عشية وضحاها ما هزل حتى حتى البروباغندا والخبث انتاحهم رديء جدا لا يقنعون به حتى أطفال صغار فانقلبت بين عشية وضحاها هذا كل الخطاب اللي داروا ماكرون وسبهم قلبت الأمور وزادوا حردوا الجماعة اللي مسكين في مالي مخابرات تعشينغريحة حردتهم على الفرنسيس وقال لهم احنا امشوا مع الروس احنا معكم وبالفعل جزائر رأي تبعث الكيرغزين تبعث المازوت تبعث الخضر الفواكي كان تبعث الجيش الفرنسي بلغة تبعث الجماعة فاغنر في مالي يعني في النهاية انتقلوا من الحجر الفرنسي الحجر الروسي المهم فماكرون جاي بش يقول لهم شوف بوتين راه يتعثر في أوكرانيا وراه مش رح يخرج منها وامريكا راه يمعول علي وانا نقول لكم ننصحكم كصديق وكمطلع وفرنسا راي تعرف جزائر مليح عاودوا عدلوا اموركم وفاغنر راه يروحوا الان بالفعل الجزء الاكبر اللي كانوا وراهم في مالي غادروا لكن يقاتلوا بقوة الان في أوكرانيا خرسون و مجورح خاصة اذا جاي بش يقول لهم تعاودوا حساباتكم وراح نتعاون وفرنسا تضمن انقلاب في مالي والانقلابيين اللي يجوا في مالي ستسمعون هذا الامور بعد اسابيع ولا اشهر على اقصى تقدير نهاية العام انقلابيين اللي يجوا في مالي سيعاودوا يطلبوا رسميا مجال الفرنسيين وقالوا ويحذرهم من ان فرنسا في النهاية رأي متواجدها في تشاد وفي النيجر وفي البركين فاسو وفي السينيغال وفي موريطانيا وفي كل هذه الدول ويقولوا لهم من الاحسن انتجو معنا وحتى مليح اللي كانت عاودوا ترجعوا قائدي لإدارة تعطوه المناصب اللي كان فيها مع بقى شنغريحة مش مشكل يعني من طالبوش برحيل شنغريحة هل سيسمعون وينفذون هذه الأوامر أم لا هذا يبقى على مجموعة من المهطيات والأحداث خاصة على الساحة الأوكرانية إذا بقى الأوضاع كما هي فوتين راح الداخل في الوحل ما راح يتقدم وراح قادم في الأيام القادمة راح يقوم بمجازر الأمريكيين طلبوا البارح واليوم من الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا أن يغادعوا واجهوا طلبوا وأن سجوبوا السفير يعني طلبوا السفير الروسي راح عندهم وهذه بحد ذات هيعتبر موقف دبلوماسي سيء قالوا له نحذر بوتين معلومات استخبارات أمريكية تقول من أن بوتين قرر يقوم بمجازر في عدة مدن وأن القصف سيستخدمون أكثر السواريخ تكنولوجيا عندهم وسيقومون بقصف مجموعة من المدن بما فيها كييف في الأيام القادمة الروس غاضبين جدا لأن الدعم الأمريكي يتساعد والدعم الأوروبي يتساعد مش ينقص وبوتين يعرف أن الوقت يلعب ضده ولذلك هو الآن كل مرة يقول يقول أوكران كانوا رح نديرهم عن اتفاق وكانوا حبي تفاوض الأمريكيين هم اللي منعوهم عندما تسمع هذا تعرف أن بوتين يريد حل تفاوض طبعا بما يخدم مصالحه لكن بالنسبة الأمريكيين بالنسبة الغرب القضية لم تعد أوكرانيا قضية أنهم إذا سمحوا لذلك ببوتين فستقوم الصين بذلك في طايوان وسيتخلخل كل هذا النظام العالمي المستفيدة منه الولايات المتحدة والغرب إجمالا إذن جاي ماكرون بهذا الطلب إذا ما قلناش بهذا الأمر تأدبا هل سيسمعون أم لا مرة أخرى يبقى هذا على قوة الجناح داشنغريحة قوة جناح الروسي يبقى هذا على تغيرات في في أوكرانيا يبقى هذا إذا ما حدثش تغيير هائل هذه الأيام أدى بمقتضاه إلى الإيطاحة بشنغريحة أو بواحد من كبار جنيرالات ليقودوا الجناح الروسي تبقى عدة معطيات سنرى سنرى ما يحدث ما يطلبه أيضا هو أن يعودوا يتوسعوا في الدعم الاستخباراتي طبعا فتحوا لهم الأجواء فتحوا لهم كل شيء لأنها راكم تتذكروا بعد شهرين أو شهرين ونص قالوا خلاص را نعود نفتحنا الأجواء يعني من فرنس طائراتها لكن توقف جزء من العمل الاستخباراتي بمعنى أن المخابرات الجزائرية المعلومات كانت تقدمها الفرنسا وقفوها عليها بعد ذلك الهجوم وأصبحت أشياء بسيطة تعطلهم فيريد مزيد من الدعم الاستخباراتي لأن المخابرات الجزائرية كانت تقدم دعم استخباراتي هائل للغربيين وللفرنسيين بشكل خاص في إفريقيا ولازالت تفعل وراه مرة مرة يقتل أوفيسي جزائري يكتشفوه جهة معينة دولة معينة وما يتكلموش عليه لأنهم يعطوهم في معلومات أحيانا تصلهم خاصة عن طريق بعض القبائل بعض الجهات اللي تعتوارق بعض يعني هذه من بين الملفات طبعا كان الملفات تقع الشركات الفرنسية أنه الآن يشروا أكثر من عند فرنسا وأشياء أخرى والنظام من جهته يطلب باش يعطوهم شوية فيزا أكثر خاصة اللي جمعتهم لأنهم زيروا عليهم في الفيزا فيعاود ويطلبونهم شوية من جهة أخرى الفيزا ويجي ماكرون ويروح يزور المقبرة المسيحية في السنتوجين ومن يشعر في واش في وهران ومن بعد يدين لك هكذا تعال المسجد الكبير من يشعر في المسجد الكبير اللي كانوا غلقوه على أهله أصلا في رمضان وتمر القضية في الحقيقة إنهم يخضعون الشروط الفرنسية بالرغم من أنك تقول باللي العالم راي تقلب وراي تغير لكنهم لا يخضعون الشروط الفرنسية من بؤسهم مخرجين بيان في وكالة الأنباء أسمعوا وش يقول بيان شوف بؤس جزائر ونصلت وبعتلي المساعدة قال لي هذه أفضل خلينا بلك هذا الصورة أوضح صحيح خلينا نوريها لكم آي اللي حبي يأخذ منها حتى صورة يعني من بوسهم دايرين مخرجين بيان في وكالة ما يسمى بوكالة الأنباء الجزائرية ما عنداش علاقة بالشعب الجزائري وكالة الأنباء عصابة واش يقول ها هو البيان هاي وكالة الأنباء الجزائرية هاي الصورة طالبت مجموعة من المنظمات والجمعية الوطنية رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانوال ماكرون بوضع حد للجمعيات المتطفلة التي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والإرهاب بين الجزائريين ومؤسسات الدولة لزعزعة استقرار الجزائر وفي بيان لها ذكرت المنظمات والجمعيات أنه في اجتماع لنا بتاريخ 22 أغسطس يعني البارح 2022 وبمناسبة زيارة كذا كذا الفرنسي إلى الجزائر ونطالب رئيس الجمهورية بوضع حد للجمعيات المتطفلة التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حق الإنسان وحرية تعبير والتي تستغل تواجدها بفرنسا لنشر خطاب الكراهية والعنف وتشجيع الإرهاب بين الجزائريين إلى آخره وزعزعة الاستقرار وأضاف نحن هنا نطالب يعني يعني متمرمدين باش يطالبوا منه بهذا الله في الحقيقة فرنسا فيها كثير من الجزائريين وفيها أصناف متعددة من الجزائريين فيها المخلصين الوطنيين لا شك في ذلك فيها أنا طبعا مش هل نوزع هنا الوطنية كل واحدة رأو عارف روحه لكن تقدير الأمر أن فيها المخلصين وفيها الوطنيين وفيها الحركيين وهؤلاء نعرفهم ويعرفوننا وندعمهم سوى اتفقنا في السياسة واختلفنا ولكن فيها آخرين المصيبة أن هذه الجمعيات اللي قالت وكالة الأنباء هذه وجماعة الكاشيريستو الفرامجية هي لا جمعيات الآخرين موجودين الأصناف غارة موجودة فيها فيها الوطنيين المخلصين فيها بعض العنصريين فيها بعض التال حركة فيها أشياء كثيرة لكن لكنها جمعيات موجودة لكن الجمعيات التي تكلمت عليها ما يسمى وكالة الأنباء فرامجية وكاشيريستو مكانش يرفض الضابط على المخابرات في المكتب الأخر يجمع زوج فيه هنا وزوج واحد هل هي ويدروا لهم مرات يدروا لهم أسماء لجمعيات وهما كل هذه الجمعيات وعندهم 70 و 80 جمعية اللي تأكل المال الشعب الجزائري قاعدين يعطونها في المال خاصة من كلها ما يقدروش يجمعوا باس واحد من الجزائريين باش يجي يتظاهر مع العصابة حاولوا عدة مرات حاولوا عدة مرات 3 سنوات الأخيرة باس ما يجمعوش باس واحد يعني 60 واحد ما يجمعوش يعني هو ما وقعوش يأكلوا وقع نهار اللي يجيوا يقولهم اروحوا وتتظاهروا معانا ولا رفعوا تأسور التبون ولا يتخبأوا يأكلوا بارك الدرام الشعب الجزائري وعلى بالمناسبة شفت أيضا أن هناك جماعات جزائرية ومجموعات جزائرية كتبت الماكرون تطالبه بأن يضغط على العصابة في قضايا حق الإنسان وما تقوم به العصابة من جرائم والمضمون صحيح لكن أنا رأيي ونصيحتي لإخواني هذا مرة أخرى سواء اتفقنا معهم واختلفنا معهم في أمور أخرى لا تطالبوا لا فرنسا ولا بريطانيا ولا ألمانيا ولا مدغشقر ولا البتنان بالتدخل في الأشياء الجزائري لا تبعلوا هذه دول لها مصالح ولن تفعل أبداً شيء يتعرض مصالح مع صلح وشعار حقوق الإنسان اللي ترفعوا الدول بعض الدول هو عصى في الحقيقة ضد المجرمين اللي يحكموا بلداننا يستخدموه ويستعملوه فقط من أجل مصالحهم أنا لا أتحدث على جميع حقوق الإنسان سواء الأممية أو المنظمات غير الحكومية لا هذي يقوموا بدوره يقوموا بعمل أما الدول فنصيحتي للجميع لا تطلبوا من أي دولة صغيرة كانت أو كبيرة غربية أو شرقية قديمة أو جديدة لا تطلبوا منها لا أن تضغط على هذه العصابة ولا أن تتدخل في شأن جزائر إنهم لن يضغطوا أبدا من أجل الحق يضغطون فقط من أجل مصالحهم هذه رأي تجربة أكثر من 27 سنة عيشناها وشفناها ومازالنا حيشها ونشوفها